في الختام لا يمكن أن نغادر دون أن نستمع إلى صيغ مختلفة للصرعة سيدنا النبي كما تفضل فضلت الشيخ أو الدكتور محمد عبد السميع فنبدأ فضلت الشيخ حويضة يعني نستمع من فضلتك إذا كان فيه في الختام يعني تحب أن تختتم بشيء ثم نستمع إلى صيغة للصرعة هو الشيء اللي أنا عايز أختتم به الجميل لا يكون في مولده إلا كل جميل الله أصدر والحلو لا يكون في مولده إلا الحلو كل حلو وألا يكفي لهؤلاء أن يقول لهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مبينا منته على الكون وأنه منا من الله ورحمة ذلك يوم ولدت فيه لا يكفيش ده ألا يكفي هذا إن ده طب هو ليه ما ألناش صموه لا أنا أرى أن رسول الله لم يأمرنا بصيامه شفقة على أمته عشان ما حدش فينا يفطر ولا حاجة في حس بالذنب فحتى شفقت حتى الشفقة على أمتي أنه ما ألناش صموه لا ذلك يوم نولدت فيه وأرى أن في هذا تعريض لأن نحتفل ومن صام حبا فيه يعني أو فرحا كما قال فضلت كل بفضل الله وبرحمته فبذلك أفرحه اللهم صلي وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم يا ربنا ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا فضلت شيخ أحمد هل من صيغة للصلاة النبي تحب فضلتك نعم هو بس يعني كما نقل بعض العلماء أنه قد انعقد إجماع الأمة منذ القرن الثالث على أن يوم مولده صلى الله عليه وسلم يوم عيد للمسلمين وأنه أولى الأعياد لأن الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى تشرفت بالزمان أما هو صلى الله عليه وسلم فإن الزمان هو الذي يتشرف به صلى الله عليه وسلم فاللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله إن شاء الله حسن تفضل الشيخ أحمد وسام والدكتور محمود شلبي كان سيدنا الإمام النووي شيخ الشافعية يقول أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآله أقله أقل اللهم صل على محمد وآله عن زود طبعاً اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والآية القرآنية التي فيها حث على الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشيء بشيء واذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه لو إحنا تدبرنا القرآن الكريم كله ما فيش آية النداء يا أيها الذين آمنوا في وسط الآية إلا هذه الآية كل القرآن يا أيها الناس في بداية الآية يا أيها الناس يا كذا إلا هذه الآية إن الله وملائكته كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل الرسالة لنا إن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها عظيم فبدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه يعني ربنا بيصف من يكثر بالصلاة على سيدنا النبي أنه من أهل الإيمان ودي بشرة فالصلاة على سيدنا النبي اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا فضل 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 الشيخ محمد فضل دكتور محمد هو يعني من أتم الصياغ اللي ذكرها مولانا الشيخ محمد كمال بس لها تكملة الصلاة التفريجية يقولون أنه هذه الصلاة لها أثر كبير في تفريج الهموم واستجابة الدعاء وهي واردة عن مشايخنا وتلقيناها بالسند المتصل اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله اشتركوا في القناة